أوضاع اللاجئين يا طبعاً ليها صيغة حكومية كده أو بروتوكولية كده بس أنا أتكلم مع حضراتكم بالطريقة اللي نفهمها لأنه الحقيقة الموضوع بقى فوق الاحتمال فوق الاحتمال وبالمناسبة ومناسبة الموضوع بقى فوق الاحتمال لو المكتوب على السوشيال ميديا ده بقى له كم يوم على كم حد كده كتير حلوين يعني مش قليلين السودانيين جموا وفتحوا محلات ولي 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 ويفط وخرايط ويه لو فعلاً الكلام اللي على السوشيال ميديا إنه تم ترحيل السودانيين دول اللي بلدهم بعد ما فتحنا لهم بلدنا وجم قاعدوا نورونا وفي أمان وغلوا علينا الأسعار والشقق والمحلات والإجار واللي ولي والدعم وكل اللي اتشافت ده يعني احنا بعد ده كله لقينا تجاوز لقينا تجاوز ولقينا تعدي للحدود أنا واضحة ويه بحب لو حد عنده حاجة يقوله لي ونيتناقش فيه ناس يا جماعة جايب أجنت أنا قصة الأجنتات دي مش طول الوقت أنا بتكلم فيها بس فيه سودانيين ولاجئين غير سودانيين جايين بأجنتات فلو الناس دي اللي اتكتب على السوشيال ميديا إنه تم ترحلهم ورجعهم بلدهم سواء سودانيين أو غير سودانيين فشبهوا لمن فعل بس خد بالك بقى من حاجة فيه كوارس بتاع سلطانيا وأنا بقولي الكلام ده لمن يهمه الأمر اللي عايز يعرف اللي عارف وساكت معرفش يتقال علي إيه واللي مش عارف قدينة بنقوله انت في مصر بقالك سنين 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 بتحارب وبتجرم حاجة اسمها ختان البنات مش كده نحن عملنا شغل جبار في مصر مؤسسات والحكومة ومجتمع مدني وأظهر وقوافل وأوقاف ومجلس قومي للمرأة ويه كاتهيصة هيصة فكرة تجريم ختان البنات في مصر كل الأجهزة اشتغلت وصرفنا كتير قوي 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 علشان نقدر ننهي ونقضي ونجرم مشكلة ختان البنات في مصر تعمل بقى انت المجهود ده كله كدولة وكحكومة وتوعي شعبه ونقعد نتكلم ونحرق في الكهربا ونحرق في بنزين وقت وجي لك بقى شوية سودانيين حلوين كده يروح عاملين لك بقى شوية معاك البستات بتاعت الاعلانات يروح عامل لك بقى اعلانات حلوة كده السوشيال ميديا عشان ايه بقى عشان تختاني البنات ما انا بقول لكم في ناس جاية باجنتات سياسية من اللاجيين وناس جاية باجنتات دينية عندك بقى كمان دي اجنتة اجتماعية العودة الى الوراء احذر السيارة ترجع الى الخلف العودة للخلف اعلانات عالسوشيال ميديا لاطباء سودانيين بيروجوا وبيعملوا اعلانات لختاني البنات في فيصل وفي مناطق تانية كتير وحطين اساميهم وتلفونات هيصة في ايه هيصة عالسوشيال ميديا في كده سدحمة دايح عالسوشيال ميديا مقابل كام بايقول لك 3000 جنيه عشان ختاني البنات يا جماعة المشرحة مش نقصة قتلة يا جماعة الناس دي ماينفعش تتساب كده دي لو في بلدهم حيتحكموا الجو ده ماينفعش يتساب كده اللهم بلغت اللهم فشلت مناطق كتير في محافظات كتير وفيصل والتليفونات ويلا وتعالي و 3000 و مش حكالي بقى على مش عارفة ايه مراكز تجميل وبكأخيتان انت صرفت عليها وبزلت فيها مجهود غير طبيعي انك وصلت لمسألة التجريم فجالك شوية سيدانيين ده كترة بقى بيعملوا لك اعلانات صرفها صرفها عايز اقول لحضراتكو حاجة اسعدتني جدا 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 بصراحة ولازم اوجه الشكر للناس كلها انتظر